مرحبا بكم سيدات أعتقد صار لايف أعتقد صار لايف فرح أبلش بس قبل ما أبلش في حلقة اليوم سيدات حالة صار أوكي سوري سوري على الدبل ساوند هني كنت فاتح اليوتيوب فأنيوي خلينا نسوي هاوس كيبنج شوية قبل ما نبدأ بحلقة اليوم تحية خاصة لكل من شاركنا من بكير في التشات وحط لايكات قبل حتى ما نبدأ وأيضاً للي كتبه للي حط ديس لايك قبل ما تبدأ الحلقة طبعاً مثل ما يقولون بأمريكا كل واحد حر بما يريد وما يحب وما لا يحبها عادي حتى لو عشرين ديس لايك أنا شخصياً ما أتأثر في الشغلة طبعاً تحياتي لكم كلكم وأبل حكم صارت لشغلة أتمنى أن يعني لحقنا بعدين وإذا لن يستطع فأنتو أنتو الخير والبركة فيكم بعدين بالنسبة للحوادث اللي حاصلة يعني اليوم في مصر طبعاً اليوم الجمعة الثانية اللي المفروض أن يطلعون فيها فأتمنى أن يكونوا بخير وأن ما تصير حوادث لأنه بصراحة قلبي شوية شوية خايفة على المصريين الأحرار الأحبة لكون مصر يعني بين العسكر والحرمية مثل ما يقولون الأحرار لا يروحون بالرقلين وأتمنى أن ما تكبر أكثر بحيث أنها تصير يعني حرب أهلية أتمنى ذلك لكن قاعدين كلنا وراء النت وقاعدين نتابع الأحدى وأتمنى أن يكون خير حتى الثورة الفرنسية يعني يقولون الثورة الفرنسية لم تكن ثورة واحدة كانت عدة الثورات وبعدها بلش السيستمي يصير أفضل عموما خلينا ندخل الحين في موضوعنا اليوم الموضوع طبعا عندهنك المخادع الدليل العلمي الاكتساب مهارات التفكير النقدي اليوم رح نتكلم عن الفصل الخامس عشر واللي هي التعددية التعددية مقصود فيها بوجود الدليل العلمي وجودة الدليل العلمي في هذه الحلقة يبدأ المؤلف بالتساؤل هل سبقوا أن سمعت أو استخدمت عبارة تبين الدراسات الفلانية أنه كذا وكذا به كذا وكذا هذه العبارة غالبا ما تستخدم عند رغبة الشخص بتقديم أي مراجع ضبابية لبيانات أو بحوث لكي يسند عليه موقف ما وبالتأكيد سمعتم بهذه العبارة من خلال هذه المحاضرة فالمؤلف أيضا يرجع لأبحاث تساند النقاط التي يريد أن يوصلها المتلقي لكنه يؤكد بأنه يوجد مع هذا الكورس الذي نقدمه كتيب به قائمة كاملة من كل المراجع الحقيقية للدراسات التي تكلم عنها وهذه الطريقة الوحيدة إذا أردت أن تقول دراسات كذا وكذا المفروض أنه فيه مراجع تبينها وتظهرها علشان غيرك يشوف هذه المراجع وعليه فهو لا يقصد الدراسات البحثية المعتبرة لكنه يقصد المحاورات العرضية ويا ما أكثرها في مداخلاتنا ببرامج اليوتيوب ووسائل الإعلام الأخرى فييجي لك كل من هب ودب ويقول أن مثلا الدراسات العلمية بيّنت كذا وكذا دون أن يدخل في تفاصيل من مثل أي الدراسات يقصد أو أي نوع من الدراسات استخدمت كدلائل وما مدى قوتها أو دقتها إلى آخر إن أردت أن تكون احتقاداتك واستنتاجاتك مبنية على قاعدة صلبة من الدلائل فعليك أولا أن تعرف كيف تفسر ذاك الدليل وهذا لا يكون دائما سهلا أو بديهي وهناك أنواع مختلفة من الأدلة لو كل منها بها نقاط قوة ونقاط ضعف تحتاج أن تعرفها ويزداد العب عند التعامل مع موضوع معقد تظهر فيه أدلة كثيرة متناقضة فلا تستطيع أن تنظر إلى دليل واحد من هذه الأدلة لكي تحصل على الصورة الكبيرة لما يحدث بالفعل أي لا تستطيع أن تنتقي ما تريد كانتقاء الكرز بل تحتاج أن تعرف سبل تعينك على الموازنة عند مقارنة الأنواع العديدة من الأدلة ولكي تتمكن من فهم الدليل العلمي فأنت تحتاج أن تقيم كل دليل بصورة منفردة ثم تجمع جميع الأدلة وتوازن بينها حتى تستطيع أن تقارم كل دراسة مع دراسة أخرى وعندما تحتاج أن تقوم ببحث في تجربة أو دراسة لنظرية ما أو استنتاج معين فكيف ستقوم بتحليلها؟ أين تبدأ؟ ما هي العناصر التي عليك أن تبحث عنها في هذه التجربة أو تلك الدراسة؟ وهذا هو موضوعنا اليوم البداية تكون إذا أردت أن تعمل ذلك تكون بوضع قائمة من الأسئلة الجدرية تبدأها بالسؤال التالي ما هو نوع هذه الدراسة؟ فالدراسات العلمية متنوعة جدا لكن بالإمكان تصنيفها إجمالا إلى مجموعتين كبيرتين عندك الدراسات التجربية والدراسات التي تعتمد على المشاهدات أو ممكن أن نقول مجازاً دراسات العملية والدراسات النظرية الدراسات التجربية تكون مصممة بصورة يتم بها تدخل بشري بالطبيعة أو بالناس ومن ثم يتم أخذ البيانات الناتجة عن تلك التجربة ويتم تحليلها والتصميم الجيد للدراسة التجربية هدفه هو أن يتم السيطرة على أكبر قدر ممكن من المتغيرات التي من الممكن أن تؤثر على النتائج فعندما يتم إلغاء متغير واحد بصورة كلية فذلك يزيل تأثيره على نتائج التجربة وهكذا نعرف أن هذا المؤثر أو هذا المتغير لم يكن جزء من التجربة الأمثلة على الأدلة التجربية لا تعد ولا تحصى فهناك الكبير من التجارب التي يقوم بها العلماء للإجابة على المسائل المختلفة فمثلا يقوم الباحثون بإعطاء دواء ما بمقابل بلاسيبو بلاسيبو هو الدواء المزيف يقوم بإعطاء دواء بمقابل بلاسيبو لفئران المختبر ومن ثم يقومون بتسجيل النتائج الخاصة من مثل هل أثر ذلك على عمل الكبد كل منهما أو هل تأثرت القوة البدنية بشكل عام أو أي نتائج بيولوجية تقع ضمن مجال اهتمام من يقوم بالتجربة أو ممكن أن تكون التجربة هي أن يقوم الباحثون مثلا باستدام جسيمات مادية بسرعات متفاوتة نسبيا يعني مثل يحصل بالهايدون كلايدر مثلا طبعا مو بالهذا بس هذه أيضا تجربة ومن ثم تسجيل ما يمكن أن ينتج عن ذلك عندما تتكسر هذه الجسيمات وممكن أن يضعوا معدن غير معروف في مرتبان به حمض الكبرتيك مثلا لرؤية ما إذا كان سينحل أم لا هذه كلها أنواع مختلفة من التجارب التي ممكن أن يعملها العلماء قوة الدراسات التجربية يكمن في قدرتها على السيطرة وقدرتها على عزل المتغيرات لأنها تكون متحكم فيها أماكن أشياء معينة تختارها وتستطيع السيطرة عليه ممكن أن تكون لها أيضا نتائج كمية أي ممكن قياس بعض المواسطات أو النتائج وعند الحصول على الأرقام ممكن أن يتم عمل إحصائات أو إحصائيات خاصة عن تلك الأرقام ممكن أيضا مقارنة ماذا يحدث لأحدها تحت ظروف بعينة بمقابل ظروف أخرى وهكذا لكنها بذات الوقت بها نقاط ضعف كثيرة فهي ممكن جدا ألا تعكس التجربة كما تحدث بالواقع فالتحكم بالمتغيرات مع أنه أمر جيد ولكن عيبها أنه يدخل الأمور الإصطناعية بسبب التدخل البشري في التجربة والأمور الإصطناعية هي أشياء تحدث بصورة غير مقصودة في التجارب لكنها تؤثر على النظام المدروس بحيث أنها تجعله يتصرف بطريقة مخالفة تماما لعملها بالطبيعة أو بالعالم الخارجي وهي أي الدراسات التجربية غالبا ما تكون عملية سوري غالبا لا تكون عملية فعلى سبيل المثال لا نستطيع أن نمنع الانحياز لعلاج مؤثر نعرفه سلفا أو أن نختار ناس بصورة عشوائية من أجل تجربة قد تعرضهم إلى بعض السموم أو الأخطار الجانبية الناتجة عن ذلك ولذا فهناك أنواع معينة من الدراسات التجربية من التي لا نستطيع بكل بساطة أن نقوم بها ماذا عن الدراسات التي تعتمد على المشاهدات أو الأدلة المنظورة؟ هنا لا نقصد القيام بتسجيل المشاهدات بعد القيام بالتجربة بل تلك المشاهدات التي نسجلها في الطبيعة بدون أن يكون لنا بها أي تدخل خاص أو ممكن مع القليل جدا من التدخل عندما تقضي ضرورة مثلا لجمع البيانات وهناك الأمثلة العديدة على هذه النوعية من الدراسات من مثل القيام بعمل البحوث بمدى ارتباط عامل المخاطرة بمرض ما مثلا فلنقول أنك تقوم بعمل بحث لعدد الأشخاص المدخنين المصابين بمرض سرطان الرئة لتقارنها مع غير المدخنين المصابين بنفس المرض وهل هناك ارتباط بين مدة التدخين وزيادة المخاطرة للإصابة بمرض سرطان الرئة وهكذا أو ممكن أن تدرس الأحافير وتختبرها والاختبار ليس به مخاطرة لأنك فقط تقوم بالمشاهدة لتسجل ماذا يوجد بالعالم ما هي هذه الحفريات وبأي الأعماق يوجد كل منها ولأي من الطبقات الجيولوجية تنتمي هذه الحفريات أو ممكن أن تجاهد الضوء الآتي من النجوم المختلفة لتقارن بين تحليلاتها الطبقية فتدرس تاريخها كل هذه الدراسات نظرية ومشاهدات يقوم بها العلماء بدون أن يتدخلوا بالتأثير على الطبيعة بما يدرسون فقوة الدراسات النظرية تكمن بقدرتها على جمع عدد مهول من البيانات دون أن يتدخل بها الباحث بطريقة أو أخرى كما هو الحال طبعاً مع التجارب العملية فمهمة البحث هي أن ينظر للبيانات الموجودة سلفاً ويسجلها أو الموجودة بالطبيعة ويسجلها ويحللها وغالباً ما يجمع بيانات أكثر بكثير من تلك التي يجمعها الباحث في التجربة فيقوم بعمل مقارنات بين مجامعها المختلفة وهذا التدخل القليل في عمل النظام بالطبيعة يقلل من مخاطرة التأثير على التصرفات الطبيعية للنظام موضوع البحث لكن مع ذلك هناك أيضاً نقاط ضعف بالدراسات النظرية من أهمها وجود المتغيرات الكثيرة بالنظام الطبيعي لدرجة يصعب معها عمل السيطرة عليها كلياً ومع أن تأثير بعض هذه المتغيرات ممكن أن تضعها بعين الاحتبار لكنك تكون دائماً عرضة لمتغير غير معلوم فقد يكون هذا المتغير هو أمر لم تفكر به أو أمر لا يمكن أن تضعه بعين الاحتبار وبصورة عامة تستطيع الأبحاث أن تعتمد على المشاهدات أن تستنتج العلاقة بين الأشياء لكن بسبب طبيعة تصميمها هي لا تستطيع أن تعطيك السبب والنتيجة أو السبب والمسبب بصورة مؤكدة لكن ذلك لا يعني أنك لا تستطيع استخدامها ضمنياً كسبب ونتيجة وعلى هذا الأساس فالأبحاث التجريبية والأبحاث التي تعتمد على المشاهدات هي دراسات تكمل بعضها البعض هي تعمل يداً بيد لتعطي أنواع مختلفة من المعلومات لها نقاط ضعف ولها نقاط قوة مختلفة وعندما يكون العمل النظري والعمل التجريبي مؤشرين لنفس الاتجاه فهذا يعطي العلماء ثقة أكبر بنتائجهم فعلى سبيل المثال ممكن أن تكون الدراسة النظرية لمئات الآلاف من البشر فتعمل إحصائيات كم منهم يتعاطى الأسبرين اليومي ظل الجرعة الخفيفة يعني اللي نسمي إحنا أسبرين الأطفال أو أي عقار آخر يعمل على تخفيف الدم وما هو عدد من يصاب منهم بجلطة دماغية أو نوبة قلبية أو عدد من يصاب بحوادث النسف ويمكن أيضا أن تقوم بنفس الدراسة تجريبيا لكن الدراسة التجريبية ستنظر إلى هذه المسألة بعمل تجربة على ألف شخص مثلا تختارهم وتقسمهم إلى مجموعات بصورة عشوائية وتقدم لمجموعة دواء البلاسيبو وللمجموعة أخرى لأسبرين ذو الجرعة الخفيفة ولمجموعة ثالثة الأسبرين ذو الجرعة العالية على سبيل المدار ومن ثم ستقوم نظريا بعمل المتابعة لمدة سنة لتسجيل عدد الذين أصيبوا بالجلطة أو النوبات القلبية أو حصلت معهم حوادث نزيف وهكذا يعني هذه نفس التجربة يقوم بدراسات المشاهدة ويقوم بها التجريبيون فهذان النوعان من الدرسات العلمية ينظران لنفس المسألة لاستنتاج الفائدة والمخاطرة في تعاطل أسبرين قليل الجرعة أو عقارات تخفيف الدم لأن أسبرين قليل الجرعة يستخدم كمخفف للدم لكنهما ينظران ويتعاملان مع البيانات ويستخلصان النتائج بطرق مختلفة جدا هناك مسألة أخرى في غاية الأهمية عند القيام بالبحث سواء في الدراسات التجربية أو المشاهدة وهو مدى قوتها ودقتها وجودتها وكيف يمكن الثقة بنتائجها وعليه فالسؤال التالي سيكون ما هي السعة أو حجم هذه الدراسة فالدراسات التي لا تشمل على أعداد كبيرة من المدخلات سواء كانت هذه المدخلات نظرية أو عملية أو بيانات معروضة بصورة ما يكون مشكوك فيها أي مثل لو اقتصرت الدراسة الطبية على عشرة مرضى فقط فالنتائج على الأرجح ستكون عشرائية خاطئة أو ملوثة وهذا تكلمنا عننا عندما تطرقنا سابقا للرياضيات ونضيية الاحتمالات بأن احتمال التلوث الإحصائي في المجامع الصغيرة كبير جدا أي كلما كانت العينة المدروسة أصغر كلما زادت نسبة التلوث فدراسات العينات الكبيرة مطلوبة لكي نخرج بالمؤثرات العشوائية من الدراسة خذ هذا كمثال ارمي عملة نقود معدنية في الهواء عشر مرات متتالية ثم احسب عدد المرات التي تحصل فيها على كل وجه يعني الرسمة أو الكتب ستجد أنه غالبا ما تكون نتائجك متغيرة بصورة كبيرة لما نعرفه بالنتائج الاحتمالية للحصول على 50% لكل وجه يعني مثل ما قلنا كل رمي كنموذج يعني الرمي العملة المفروض يعطيك 50% فرصة أن يكون رسمة أو كتب هذا اللي شرحناه في حلقة الاحتمالات لكنك إذا عملت عشر مرات لن تحصل على 50% و50% والآن قم بنفس التجربة 20 مرة ثم 30 مرة ثم 100 مرة ستجد أنك كلما زاد عدد المرات التي ترمي بها العملة كلما قربت نتيجتك من 50% أو 50% والتي هي النتيجة النظرية المستخلصة للإحصاءات الاحتمالية ممكن ترجعوا طبعاً للمحاضرات السابقة علشان يعني هالنقطة وكلما قلت عدد المرات التي تلقي بها العملة كلما بعدت نتائجك جداً عن نظرية الاحتمالات وهذا هو السبب الحاجة إلى الأرقام الكبيرة بمدخلات الدراسة عند النية بعمل الإحصاءات سواء بالدراسات النظرية أو العملية وسؤال آخر يجب عليك أن تسأله هل الدراسة لها قيمة إحصائية؟ ما يسمى بالقيمة الإحصائية غالباً يتم تعريفه بالقيمة P-Value وهذه القيمة تعني حرفياً بأن الاحتمالية بأن تكون النتائج التي حصلت عليها تساوي أو أكبر مما هي بالواقع في حال وضعت فرضية العدم اللي هي null hypothesis بعين الاعتبار وفرضية العدم تقول بأن ما تبحث عنه غير حقيقي أو الظاهر التي تدرسها ليس لها وجود يعني لما يجيك واحد يدعي أن الشيء الفلاني نتيجة إيجابية أنت تقول له نظرية العدم عندك أنت أن هي ليست حقيقية ومن ثم بالطريقة العكسية يقومون بتحليل هل هو حقيقي أو غير حقيقي هل هي الظاهرة موجودة أو غير موجودة في مقابل وجود الأدلة يعني الظاهرة التي تدرسها لها وجود في مقابل وجود الأدلة التي تثبت وجود روابط بين عناصر الدراسة أو أن الظاهرة التي تدرسها حقيقية ولها وجود وهذه طريقة أحصائية لتقديم قيمة الدراسة لن ندخل فيها واللي يحب يدخل فيها أكثر أو ممكن إذا فيه أحد من المستمعين عنده فكرة عن الأحصاء ممكن أن يدخل معنا ويشرح لنا أكثر عن البي باليو بس هي موجودة دراساتها موجودة على النت عموما يستخدم الباحثون القيمة 0.05 أو 5% كقيمة للبي باليو وهي النقطة القياسية التي يتم بها حساب قيمة الدراسة أحصائيا يعني بأنه لو كانت القيمة الأحصائية لتجربة ما أقل من 0.05 فأغلب الظن أن الظاهرة المدروسة موجودة بالواقع أو ما يتم دراسة له ارتباط ببعض وهكذا فتستحق أن نضعها بالحسبة يعني هي ممكن لما حد يعطيك دراسة تقول له شنو البي باليو فإذا كان البي باليو أقل من 5% فأغلب الظن أنها نجحت في اختبار الجودة وهكذا تستحق أن نضعها بالاعتبار لكن هذا الرقم يعتمد وبشكل كبير على نوعية الدراسة أيضا فإذا كانت التجربة من اللوع الذي يتطلب بها الدقة الشديدة لدرجة تحتاج أن تقوم بعمل آلاف وآلاف من المحاولات المتكررة للحصول على نتيجة مقبولة فقد يكون مناسبا أكثر بأن تستخدم القيمة الاحتمالية 1% أو حتى 1 بالألف يعني 0.01 أو 0.001 كنقطة قياس ماذا يعني البي باليو أو القيمة الاحتمالية؟ عندما يكون البي باليو 0.05 أو 5% فهذا يعني بأنه واحد من كل 20 دراسة تقريبا لها احتمال بأن يكون لها قيمة أحصائية بحيث أنه إذا كانت فرضية العدم بالواقع الصحيحة أي الظاهرة غير موجودة أو الإدعاء غير صحيح فنحن سنستمر بالحصول يعني لو كانت بالضبط 0.05 سنحصل على طول بصورة مستمرة على نتائج إيجابية أي أن الظاهرة موجودة أو الإدعاء صحيح وهذا ما يسمى بالنتائج الموجبة الخاطئة false positive results وعليه فالنتائج التي لها قيمة ضائلة إحصائيا ليست مهمة كالنتائج التي لها قيمة إحصائية كبيرة يعني لو كانت p-value تساوي أو أقل من 0.05 فهذا يعني دليل قوي ضد فرضية العدم اللي أنت فرضتها ولذا فأنت سترفض فرضية العدم أي ستتنازل عن تخطيئتك للإدعاء ولو كان p-value تساوي أو أكبر من 0.05 فهذا يعني دليل ضعيف ضد فرضية العدم ولذا تقبل فرضية العدم أي تتقبل كون الإدعاء غير صحيح ماذا لو كانت قريبا جدا من 0.05 هذا يعني الاحتمال ممكن أن يكون بأي اتجاه ممكن يكون حقيقي أو ممكن أن لا يكون حقيقي لا تنسى أيضا بأن عامل الصدفة لوحده كفيل بأن يكثر من المواد البحثية والدراسات التي كانت نتائجها موجبة من قبيل الصدفة فقط لكن يجب أن يتم التنوع إلى أهمية الأحصائية ليست كل شيء فلسوء لحظ الدراسات تعرض نتائجها في وسائل الأعلام وأماكن أخرى لتبدو كأنها حالما تخطط البواب السحرية من المغزى أو القيمة الإحصائية فهذا يؤكد أن تكون هذه النتائج حقيقية يعني يقول لك نتائج دراستنا كانت أقل من 0.05 مثلا فتقوم المجلات والجرائد بنشرها ووسائل الأعلام بنشرها على أساس أن النتائج حقيقية أو يزيد من احتمال أن تكون حقيقية بينما هذا ليس هو الواقع فأي عيب منهجي أو انحياس في كيفية القيام بالدراسة سواء كانت الدراسة عملية أو نظرية على سبيل المثال بإمكانها أن يوجهه بصورة نظامية النتائج لاتجاه معين فإن قمت بإعادة المحاولات أو بإعادة تحديد نقاط البيانات بصورة كافية ممكن تحصل على نتائج بغاية الأهمية ومع ذلك ستكون خاطئة لأن بها بعض الانحياسات في الدراسة يجب أيضا أن تسأل عن حجم التأثير ليس فقط يعني ذات أيضا ما هو حجم التأثير وكلما كان التأثير صغيرا كلما زاد احتمال وجود تحيز خفي في نتائج الدراسة ويصبح من الصعوبة بمكان أن تلاحظ أو أن تقلع جذور الانحيازات الخافية وعليه فحجم التأثير الصغير جدا تكون نتائج دراسته دائما مخادعة يصعب العمل بها يجب أيضا أن تكون متشككا عندما يكون حجم التأثير أكبر من قدرتنا على رصده وما هو النظام الذي نتعامل معه فأن كنا نتعامل مع ظاهرة طبيعية مستقرة بصورة كبيرة مثل الإلكترون عندها سنتوقع بأن الإلكترون سيتصرف بطريقة معينة وذلك لأن تصرفاته لها سمة الاستمرارية فيمكن التنبؤ بها لكن لو كنت تقوم بعمل بحث على البشر مثلا والذين هم مختلفين بصورة كبيرة وتركيبتهم بعقدة جدا عندها سيصعب الوثوق بالأحجام الصغيرة جدا من التأثير لأن احتمال وجود الانحيازات الخفية والتأثيرات المجتمعية فيهم كبشر هي إلى ما لا نهاية أيضا عليك أن تسأل هل كان جمع البيانات تمت جمع البيانات بصورة نظامية ومستمرة وهذه غالبا ما تكون مسألة خافية في دراسة يكون من الصعوبة رصدها إلا إذا كنت تعرف أي أسئلة عليك أن تسأل فعلى سبيل المثال إن قمت بعمل دراسة مسح أو استقصاء لعدد كبير من الناس فهل هذا يعني أنه قام كل شخص بالمشاركة في هذا المسح؟ دراسة المسح في العادة لا تعتبر شرعيا دراسات علمية بل تعتبر غير علمية وذلك لأنها تعتمد على الوسيلة والتي غالبا ما تكون غير مهتمة بالدقة أو مصممة بطريقة خاطئة فمثلا لو بعثت ورقة مسح لألف شخص فأرجع لك رجعوا لك 100 شخص إجاباتهم على ورقة المسح فهذا لن يعطيك أي فكرة عن عدد النعم واللا لبعض الإجابات أو أي مواصفات تريد مسحها في الألف شخص فأنت ستعرف فقط ما يخص المئة شخص من الذين اختاروا أن يشتركوا بالمسح وهذا يعكس انحياز منهجي ضخم في البيانات أو بمعنى آخر الناس ممكن أن يكونوا انتقائيين ولن تعرف ما هي الانحيازات التي تم على أساسها انتقاء البيانات في دراسة للمرضى مثلا تستطيع أن تقول أيضا هل تم وضع كل مريض بعين الاعتبار فقد يقول الباحث بأن المرضى الذين يشتكون من أعراض معينة كانوا قد قدموها لمقارهم العلاجية تم اختبارهم في تجربة الدواء الحقيقي في مقابل البلاسيبو أو حتى بدون البلاسيبو بل فقط بعلاج جديد ليروا تأثيره عليهم هل تم اختبار كل مريض؟ وهل رجع كل مريض شعر بتحسن وكل مريض لم يشعر بالتحسن إلى المقر لكي يتم متابعته؟ هل كان المرضى الذين رفضوا أخذ العلاج الجديد مختلفين عن من أخذوه؟ وما هو معدل من حضفوا من الدراسة؟ وهذا سيقدم انحيازات أخرى في النتائج فأنت عندما ترى على سبيل المثال أن ألف شخص خضعوا للدراسة لكن البيانات خاصة لستمائة شخص فقط فماذا حدث للأربعمية الآخر؟ هؤلاء يسمون بالمحذوفون فقد يكون السبب ببساطة أن الشخص أخذ العلاج ولم يحضر المتابعة أو قرر عدم تكملة العلاج بسبب الأعراض الجانبية أو قد تكون حالته ازدادت سوءاً فظننا أن الباحثون أعطوهم البلاسيبو وبالتالي أرادوا تغيير العلاج أو العلاج بأي طريقة أخرى هناك أسباب عديدة ومرة أخرى توجد انحيازات كبيرة في النتائج وعموماً إن كان معدل الحدث من الدراسة أكبر من 10 إلى 20% فهذا يقلل من كفاءة الدراسة وتضع النتائج في موضع الشك وبمعنى آخر هل تم اعتبار جميع البيانات أم بعضها؟ من السهولة بمكان أن تحصل على نتائج مختلفة إن تم استخدام جزء من البيانات لأي سبب كان فتخطي أو حذف أو اختيار لبيانات محددة دون غيرها بإمكانه أن يعطينا نتائج منحازة بصورة منهجية تجعلها مضللة وتصبح دراسة غير ذات قيمة تستطيع أيضاً أن تسأل إن كانت الدراسة تقدمية أو رجعية فالدراسة التقدمية تختار العناصر أو الأشياء التي تقوم بمشاهدتها فتقوم بمشاهد تصرفاتها ونتائجها المستقبلية أما الدراسة الرجعية تنظر إلى الأحداث الماضية أو النتائج التي تكون حصلت عليها وبصورة عامة تعتبر الدراسات التقدمية أكثر دقة أو تكون أكثر دقة لأنها عرضة للأقل من العناصر المشكوك بها لأنها تعملها تحكم وهي كذلك تكون أكثر منهجية والتعداد الذي يبحث به يكون أكثر تمثيلاً للواقع أما الدراسات الرجعية فهي تأتي معلبة مع فرص أن يكون بها عدد من الانحيازات المقدمة في الشيء الذي يتم اختياره ومن الأهمية بصورة قصوى أن نعرف إذا كانت الدراسة تم التعامي المقصود بها مرة أو مرتين يعني was it blinded or double blinded والمقصود في double blinded هو أنه وجب على العلماء الذين يسجلون نتائج دراسة أن يتعاموا أي أن لا يعرفوا عن أمور معينة فيما يبحثون سواء كانت هذه الأمور تخص مدخلات الدراسة أو فريق الضبط أي منهم المختارين ليتم القياس عليهم من بين كل فريق الاختبار مثلاً بمعنى آخر مهما تكون المواصفات التي يريد العلماء قياسها لا يجب عليهم أن يعلموا مقدماً ما هي النتائج الذي يريدون الحصول عليها أو يجب أن يتوقعوها فهذا قد يؤدي إلى انحياز لا واعي من قبل الباحث لنتائج جنبهينها دون أخرى والأمثلة لا تعد ولا تحصى بالدراسات والأبحاث التي تبين ظاهرة معينة بدأت جلية وحقيقية عندما تم دراستها بدون أن يتعامى أي كانوا توقعوا النتيجة وحصلوها وحال ما تم إعماء الباحثين أي عدم اطلاعهم على ماذا يبحثون بالتجربة مثلاً سواء كان بالمؤثرات أو المدخلات أو بفريق الضبط فالتأثيرات التي توقعها الفريق الذي لم يعمى لهذه الظاهرة اختفت تماماً وهذا اندل على شيء فهو يدل على أن كل النتائج التي حصل عليها الباحثون سابقاً لم تكن أكثر مما يسمى بتحيزات الباحث هم تسمونها علمياً تحيز الباحث وفي بعض الحالات تكون هذه التحيزات تماماً بدون عوعي وهذا الأمر لا يطبق فقط عند القيام بالدراسات على البشر بل حتى الدراسات على الجمال فعند أخذ النتائج لابد أن يتعامل باحثون عما يبحثون وعموماً الدراسات التجريبية يجب أن يتعامل باحثون في نتائجها لكي تكون مصدر أو مرجع ثقة أما الدراسات النظرية فهي ممكن أن يكون التعامل بها جزئي ومرة أخرى وهنا أعتقد هذا اللي يقصده بالblinded or double blinded أو ممكن يكون الفريق الذي يعمل على البحث لا يعرف الفريق الذي يقوم بالعلاج يعني بالعلاج أو الفريق الذي يتم عمل الضبط كفريق ضابط ومرة أخرى إن كان أحدهم يتوقع نتيجة ما أو على سبيل المثال ينظر في سجلات المرضى ليقرر من منهم حصل معهم مضاعفات أو أي من المرضى تعرض مثلاً لجوطة دماغية فعليه أن يتعامى فيما لو كان السجل المعين الذي ينظر فيه هو خاص هل هو لعلاج المرضى الذين يتم التجربة عليهم أم لفريق الضبط حتى لا يجبرهم تحيزهم إلى إطالة البحث من أجل الحصول على نتائج معينة أو فيما يعتبرونه مضاعفات متوقعة فهناك احتمال أكبر للوقوع بالخطأ أو التحيز عند توقع النتائج سلفاً من مجرد النظر بالبيانات واستخلاص النتائج مهما تكون وغالباً ما نرى النتائج الخاطئة تختفي عندما يتم أعماء الباحثون بالنتائج ولذا فهذا سؤال في غاية الأهمية عندما تريد التحقيق من الدراسة ويقول المؤلف عن نفسه بأنه لا يتقبأ أي دراسة لم يتم عمل القدر الأقل من التعمية به يمكنك أيضاً أن تسأل عن دراسة الضبط أو ما هي وسيلة الضبط بالدراسة يعني دراسة الدواء جديد عند مقارنته بدواء قديم مثلاً نعرف آثاره فيصبح الدواء القديم هو الضابط أو القياس اللي على أساسه نحكم على الدواء الجديد وهل الضبط هذا مناسب؟ أي هل الدواء القديم مناسب للضبط في هذه التجربة؟ ما هو موضوع الدراسة التي يتم المقارنة بشأنها؟ أو هل العلاج الضابط في بحث طبي على سبيل المثال بالفعل غير مؤثر على نتيجة الاختبار؟ فإن كنت تستخدم ضابط مؤثر يعني لها أثر على النتيجة فهذا قد يحجب القدرة على المقارنة بين العلاجات أو قد تحصل على نتائج سلبية بتأثير من البلاسيبو فيجعلك تعتقد أن العلاج التجريبي اصطناعياً أفضل من العلاج الضابط أو العلاج الضابط عند مقارنته بالعلاج الجديد قد يكون غير مؤثر ويبدو العلاج الجديد أكثر تأثيراً مما هو بالواقع يمكنك أيضاً أن تسأل هل فريق المسح الذي يتم دراسته يمثل انعكاس جيد من الناحية العددية في الدراسة؟ وهذا خطأ رأينا انعكاسه باستطلاع القش الذي قدمته مجلة Literary Digest Paul في عام 1900 قبل الانتخابات للرئاسة الأمريكية في 1936 هذا الاستطاع كان لمجرد التنبؤ بما سيكون الرئيس الأمريكي القادم قبل أن تبدأ عملية التصويت الحقيقية وكانت تنبؤات المجلة دائماً صحيحة قبل ذلك إلا في تلك السنة التي تنبؤوا فيها بأن المرشح الجمهوري ألف لاندن سيفوز فوزاً ساحقاً على المرشح الديمقراطيين فرانكلين روزابيلت لكن هذا التصويت كان منحاز وبمنهجية إلى نقطتين رئيسيتين النقطة الأولى كانت أن المجلة كانت قد حصلت على أسماء من قام بعمل الاختراع من دفاتر التليفون أو من سجلات إجازات القيادة هذه الطريقة المنحازة في الاختيار ركزت على اختيار طبقة الأغنياء يعني التليفون والسيارة في وقته كان لوجيوري لم يكن شيء يمتلكه كل شخص والنقطة الأخرى هي فركزت هذه الدراسة فقط على من يستطيع أن يشتري السيارة ومن يستطيع أن يكون ومن يعني غني بشكل كافي أن يكون عندها تليفون والنقطة الأخرى هي أن نسبة من قاموا بالإجابة على ورقة الاستطلاع كانوا ضعيفاً يعني اللي بعثوا لهم الاستطلاع كان عددهم أكثر بكثير ممن رجع لهم الاستطلاع وهذا نتج عنه اختيار انتقائي اليوم قتاب التاريخ يتفقون على أن هذين العاملين تآمروا سوياً لخلق نتيجة مختلفة تماماً عن نتيجة التصويت الحقيقي طبعاً نعرف إحنا اليوم أن فرانكل روزيفرت هو اللي فاز ولذا فالدراسات الفردية ممكن أن تكون بدائية ومزورة وممكن أن تكون دقيقة وسليمة منهجياً لكنها بكل الأحوال تكون دراسات فردية وعادة ما تقوم وسائل الأعلام بنشر هذه الأبحاث الفردية بغض النظر عن جودتها وحجمها وكأنها دراسات نهائية تأكيدية فترى هم يقولون العلماء اليوم يعتقدون بكذا وكذا لأن الدراسة الفلانية تبينها لكن القليل من هذه الدراسات تكون في الواقع كبيرة الحجم ودقيقة ولا تكون نتائجها غامضة لكي نتمكن من التفرق بينها وبين الدراسات الملوثة ونعتبرها دراسات نهائية ولذا يجب دائماً أن توضع الدراسات الفردية في سياق البحث العام أو الأدب العلمي المنشور كما يتم تسميته وعليه فأول شيء عليك أن تضعه بعين الاعتبار عند تقييمك للدراسة الفردية حتى لو كنت تعتقد أن التصميم الخاص بها جيد والنتائج محكمة هي أن تسأل هل تمت إعادة الدراسة من قبل باحثين منفردين آخرين؟ إن كان الجواب بنعم فهل يوجد تناسق بين نتائج هذه الأبحاث أم النتائج مخلوطة ومتفرقة؟ وهل تمت إعادة الدراسة بصورة ملائمة؟ أي هل بالفعل نضر لنفس الموضوع وتم عمل ضبط لنفس المتغيرات؟ فعلى سبيل المثال في آخر 1990 قام الطبيب البريطاني أندرو ويكفيلد بنشر دراسة بدائية للنظر في مدى وجود علاقة بين الإصابة بمرض التوحد ومصل الـ MMR يعني التطعيم الثلاثي ففجرت نتائج هذه الدراسة عاصفة نارية وخصوصا في المملكة المتحدة كان مجملها يصب في أن هناك قلق كبير بأن المصل الثلاثي للوقاية من مرض النكاف ومرض الحصبة ومرض الحصبة الألمانية له ارتباط MMR له ارتباط باضطراب عصبي خطير من مثل مرض التوحد وبسبب انتشار هذا القلق بين الشعب البريطاني انخفض أعداء من قاموا بتطعيم أبنائهم وكانت النتيجة هي عودة مرض الحصبة والنكاف لسكان المملكة لكن هذه الدراسة كانت دراسة فردية وباللحظة التي قام الباحثون بهذا المجال والمختبرات المتخصصة الأخرى بإعادة التجربة أصبح واضحا تماما بأن هذا الربط بين المصل ومرض التوحد غير موجود أي أن العلاقة غير حقيقية وتم الاتيام بالأدلة المختلفة على ذلك وحتى أنهم أعادوا القيام بنفس التجارب التي استند عليها ويك فيلد ليدرسوها بالتفصيل ووجدوا أن نتائجها كانت خاطئة أي لم تظهر نفس النتائج عند إعادة التجارب والدراسة بل وقدموا بيانات أخرى أتوا بها كأدلة أيضا على أنه لا توجد أي أدلة على وجود علاقة بين المصل ومرض التوحد لكن الفاس كان قد وقع بالرأس لأن الخوف كان قد انتشر في دول أخرى ولازلنا إلى اليوم نحصد نتائجها السيئة كل يوم الثاني نشوف الأخبار في أمريكا مثلاً وبأوروبا تقول لنا عن حصبة الألمانية أو أنها منتشرة في مكان ما وعليه فعند النظر إلى أي مسألة بحثية من مثل هل هذه المواد السامة لها أعراض جانبية مثلاً عند استخدامه لعلاج مرض ما أو بمعنى آخر هل هو آمن عليك أن تضع كل الأدب البحثي في نفس السياق وليس فقط الاعتماد على الدراسة الفردة وهناك أمور أخرى لهذا الأدب البحثي يجب عليك أن تضعها بعين الاحتبار أحدها يسمى انحياز النشر ففي العالم المثالي كل دراسة فردية منشورة تكون عرضة لمراجعات أدبية نظامية تجيب على مسألة ما وهذه طريقة جيدة في حساب البيانات فأنت تقوم بحساب البيانات في الدراسة الواحدة لكنك أيضاً يجب أن تكون قادراً على أن تحسب البيانات في كل الدراسات الأخرى لكي تحصل على كل هذه البيانات العاملون بالإحصاء هذا طبعاً بالنسبة للي يقومون بعمل هذه الدراسات العاملون بالإحصاء يقومون باستخدام ما يسمونه برسمة القمع وهو صغير مثل القمع الشديد وهذه الرسمة تعرض مجموع الدراسات كل الدراسات المنشورة لنفس المسألة والإحصائيون يتوقعون بأنه يجب على هذه الدراسات أن تنتشر بالرسم الهارمي في داخل هذا القمع تنتشر في يكون الدراسات هنا حسب حجم تأثيرها الحقيقي فلن يكون لكل دراسة نفس النتائج بالضبط بل ستكون كمثل منحنة الناقوس أي نتائج بعضها سيكون أكثر إيجابي وبعضها أكثر سلبي حول نقطة في وسط هذا القمع وكلما صارت الدراسة أفضل وأفضل في الجودة والحجم والدقة والسيطرة كلما انخفضت الفروقات بينها أو كلما ضاقت فوهة القمع يعني وصلوا إلى منتصف هذا القمع والشكل الهارمي سيأتي إلى نقطة معينة تتجمع عندها أكثر الدراسات المؤكدة بتبين الأثر الحقيقي الذي يتم البحث عنه والآن سيطرح السؤال التالي نفسه عندما يتم عمل دراسات أفضل فهل تبين رسمة القمع أن النتائج تصل لدرجة أنها ممكن أن تبين عدم وجود تأثير أو علاقة أو أن الظاهرة حقيقية أو أن لها تأثير حقيقي ليس دائما فأحيانا يبين رسمة القمع أن الجزء السلبي من ذلك الهرب غير موجود يعني لما يدرسون ظاهرة معينة دائما يبينون أنها موجودة وغير موجودة مثلا ما تكون ظاهرة هالقدر أو الدراسات الأقل إيجابية كانت ببساطة مختفية عن الأدب البحثي وهذا يعكس الانحياز بالنشر فميل الباحثين بأن يقوموا بجهود أكبر لكي ينشروا نتائج دراساتهم عندما تكون النتائج جديرة بالاهتمام وموجبة وجيدة لسمعتهم المهنية ولمحرري الجرائد أيضا انحياز لنشر الدراسات الإيجابية التي تزيد في منبيعاتهم وتلفت الاهتمام لجرائتهم في مقابل النتائج السلبية التي هي أقل إتارة يعني مثلا دراسة الماضية لو قال هناك ما في علاقة مثلا بين المصل وبين مرض التوحد يعني هذا النتيجة السلبية ما رح يهتم لها الجمهور لكن إذا تقول له فيه هناك علاقة بينهم ستحدث عاصفة ويزيد المبيعات ويشتهر الشخص اللي قال يعني بكر هذا الشيء عندما ينظر الباحثون في الرسائل البهتية للبحث في مسألة معينة نجد أيضا أن حجم المؤثر يميل إلى الانكماش على مر الزمن كلما تم القيام بدراسات أفضل وأفضل يعني عند تجربة دواء ما سيكون الإحساس بتأثيره أكبر بالبداية لأسباب عديدة فالأدل المتراكمة لن تعزل الدراسات غير المؤثرة وتركز على حجم المؤثر الحقيقي وحسب بل حجم المؤثر في عموم الدراسات سيميل إلى الانكماش وهذا يسمى التأثير الانحداري decline effect وهذا موجود حتى لظواهر معروف وجودها سلفة والسؤال هو هل التأثير الانحداري يتسبب في انكماش المؤثر للصفر أي لا يكون الشيء وجود مثلا أو أنها تنكمش إلى مؤثرات مستمرة حتى لو قلت عن الدراسات الابتدائية ما يعكسه هذا هو انحياز الباحث الدراسات الأقل دقة تكون نتائجها مختلفة ليس ذلك وحسب بل تميل لأن تكون أكثر موجهة ومنحازة للاتجاه الإيجابي مثل ما ذكرنا وهذا الانحياز الإيجابي سينحل مع الزمن كلما صارت الدراسة أكثر دقة لكن هذا طبعا يأخذ وقت كبير أي قد يأخذ سنوات أو عقود لكي تنضج مسألة بحثية خاصة أو ترتقي لنقطة نرى عندها نتائج موثوق بها الدراسات الأولية تكون جدا مضللة وعلينا اعتبارها فقط أنها دراسات أولية في شيء ثاني يسمى تحليلات المتا متا أناليسس ما هو المتا أناليسس؟ نوع واحد من التحليلات التي تنظر إلى الدراسات المختلفة التي تتعامل مع مسألة واحدة أو مسألة مشابهة تسمى التحليل بالمتا أو متا أناليسس وقد يمر كثيرا عليك بأن التحليل المتا يبين كذا وكذا وهذه ليست تحليلات لبيانات الجديدة أو مشاهدات جديدة أو دراسات تجربية جديدة بل متا أناليسس هو أسلوب رياضي للجمع بين نتائج الدراسات المختلفة التي تمت بالسابق لتقديمها في تحليل إحصائي جديد فهذه الطريقة تعطي الدراسات في مسألة معينة قوة أكبر فإن جمعت بين عشر دراسات كل منها بهم أمية من المدخلات مثلا فيصبح لديك دراسة متى واحدة بألف من المدخلات وهذا يعطيها قوة أكبر لكن أيضا متى أناليسس قد يحمل معه احتمالية جديدة للإنحياز وذلك لأن ما تفعله بصورة عما هو تطبيق قانون garbage in garbage out ما تدخله هو ما تحصل عليه هو نتيجة ما أدخلته فإن كانت الدراسات الأولية ضعيفة التصميم والمنحازة فستكون المتى أناليسس الخاص بها مجرد جمع للبيانات المنحازة أي ستظل تعكز الإنحيازات في هذه الدراسات الأولية وفي الواقع المقدرة التنبؤية للمتى أناليسس تم دراستها يعني شكتر ممكن تكون صحيحة تم دراستها من قبل الباحثين فلو نظرت في مسألة نحن نعرف أن لدينا إجابة عليها مصفقا لأنه تمت عليها عمل التجارب الكثير وبصورة دقيقة ومن ثم نظرت إلى المتى أناليسس اللي كان مسبوق لها ستجد أن ما تنبأه المتى أناليسس كان جدا ضعيف عند مقارنته بنتائج هذه الدراسة المؤكدة أي فقط هما حسبوها ستين إلى سبعين في المائة تقريبا كانت تنبؤ صحيح وهذا النسبة ليست أقضر بكثير من احتمالات الصدفة أو رم عمل معدنية في هناك أيضا المراجعات النظامية أنواع أخرى يعني المراجعات التي من الممكن القيام بها أيضا المراجعة النظامية تنظر لكل الأدلة وتقدر جودة كل دراسة وهذا ممكن يحصل مع المتى أناليسس لكن المراجعة النظامية تركز بالخصوص على كفاءة كل دراسة فتنظر إلى الأنماط المستخدمة في الرسائل العلمية ومدى اتساقها ومدى تكرارها وعلاقتها بالحجم المؤثر وكفاءة الدراسة فلو قلنا مثلا أننا نظرنا لكل الأدب العلمي لنفس الدراسة فكانت نتائجها مخلوطة أي حصلنا على نتائج مختلفة من دراسات مختلفة بدل من الحصول على نفس النتائج أو أن رأينا أن نجوتة الدراسة هي عكس حجم المخرجات فالمراجع النظامية ستبين بأن الدراسات كلها سلبية أي أن هذا النمط من الأدب يعكس فرضية العدم أو أن تكون لظاهرة غير حقيقية يعني الفرضية الأساسية أو الادعاء الأساسي كان خاطئا المراجع النظامية هي طريقة عظيمة للنظر إلى الأدلة في الأدب العلمي لكنها أيضا عريضة للانحياس فعلى سبيل المثال ما هي الدراسات التي ستختارها ضمن مراجعتك النظامية وأي وسائل تستخدم لتجد دراسات تضمها في المراجعة وما هي معاييرك للإدراج كل هذه تعتبر خيارات شخصية يقوم بها الباحثون وممكن أن يكون لها أثر على مخرجات المراجعة النظامية وأيضا يجب التنويه بأن هناك مؤسسات مهمتها أن تقوم بعمل المراجعة النظامية بكفاءة كبيرة ففي حق الطب مثلا يوجد كوغرين كولابرويشن التي هي مؤسسة طبية تبحث بالدلائل ومتخصصة في إنتاج مراجعات شاملة وكبيرة الجودة ومع أنها لا تعتبر دائما دراسات مؤكدة لكنها موضع ثقة كبيرة بين العاملين في المجتمع الطبي وبالنهاية فهناك دائما دعوة لإصدار الحكم الشخصي يعني أنت تحكم عليها ولا يوجد بديل على هذا الحكم وكما كتب الكاتب أو الشاعر السكتلندي أندرو لانغ على سبيل المثال العراف الساذج يستخدم الإحصاءات كما يستخدم السكران عمود الإنارة كي يستند عليه وليس كي ينير دربه وأنت لا تريد أن تستخدم الأدلة العلمية بنفس الطريقة لكي تسند أفكارك واعتقاداتك السابقة بل عليك أن تستخدم الأدلة العلمية لتعرف ما يجب عليك اعتقاده عليك أن تتخلص من أن انحيازاتك واستنتاجاتك من كل انحيازاتك واستنتاجاتك السابقة وتجعل الأدلة تحلق بك أينما شاءت من خلال القيام بأكثر قدر ممكن من تطبيق غير منحاز كل هذه التحقيقات تحقيقات بتصميم الدراسة العلمية وتقييم الأدب العلمي ما هي إلا طريقة للتعويض عن العيوب والضعف في أدمغتنا فمن الأهمية بمكان أن تستخدم الأدلة لمعرفة ما هو حقيقي وليس للدفاع عما تتمنى أن يكون حقيقي هذا كان حلقتنا اليوم وشوية دسمة كانت بس يعني أعتقد أنها كانت مهمة جدا والحلقة 16 رح نتكلم عن الأخطاء العلمية الفادحة طبعا أبا الحكم العزيز نتمنى أن يأتي معنا بس إذا مثلا يعني لحد ما ييجي وإذا ما قدر يجي يعني هذي نقدر ظروفها طبعا فمش عارفة داني مستر بلاك إذا ممكن تضع لنا إذا حد عايز يدخل ويليت إذا في حد يعني عنده فكرة بالإحصاء أن مثلا ينورنا يزودنا بالمعلومات لأن حلقة شوية دسمة ممكن تحط الرابط داني ممكن كمان بينما يدخلون المشاركين ممكن أنا أقدم شيء ثاني بعد مثلا يقول لك القنيبي بأن مثلا هذه ضرت بالي القنيبي مثلا يقول لك أن الإحصاءات التي يقول لها مدعي التطور بأن 97% من العلماء في أحد من واحد من مش عارفة أي واحد من فيديوهاته قال القنيبي أن كذب بأن مدعي التطور كذبوا بيقالوا أن 97% من العلماء بأمريكا مثلا يصدقون بنظرية التطور وهذا كذب فمؤيدو التطور هو يقصد إما يفعلون ذلك خوفا أو طمعا أو للهروب من القول بأنه نالك خالق طبعا هنا هو يعمل مغالطة كبيرة بأنه يدخل العلم في الدين وبعدين لكن يسنت كلامه على قائمة يعطيك الدليل قائمة من العلماء من الذين سجلوا أسمائهم في موقع اسمه Scientific Descent from Darwinism لكي يبينوا أنهم ضد النظرية طبعا بالمقارنة بينما سجلته Poo Research Center في سنة 2009 هذه النسبة 97 تانت من Poo Research وبعدين نقارنها إذا أردت أن تقارن هذه اللستة مع اللستة اللي قدمها يعني طبعا هذا كان عمل لستة لأحصائية للعلماء في أمريكا اللستة اللي قدمها لقنيبي كانت لأمي وأنا عديتهم لحد أمس عديتهم كانوا أمي وواحد ستين شخص وهم ليسوا فقط من الولايات المتحدة بل كانوا من جميع أدحاء العالم يعني شوف المغالطة هنا أمي وواحد وستين يقول لك لأ هم كذب هناك الكثير من العلماء حتى مرة دكتور طه قال لي هناك الكثير من العلماء مما لا يعتقدون بالنظرية التطور طيب يعطونا الدليل الدليل اللي أفضل ما استطاع أن يفعله القنيبي هو أن يعطيك سايت واللي موجودين في أمي وواحد وستين شخص وهم علماء وهم من أنحاء العالم وليس من فقط أمريكا والريزولتس اللي قدمها فوق كان لأمريكا وهذا كان 2009 يعني حتى الحين حتى الناس العاديين قاموا وزادوا وصارت نظرية راسعة قال أن 97% من العلماء بأمريكا أهلين يا حبايا الوحلين